مضعفة الجهود لاسترداد الأثار والحفاظ على التراث العالمي المرتبط بالدول ورثة الحضارات القديمة هو أبرز ما خلصت إليه النسخة السادسة من منتدى الحضارات العريقة التي انطلقت أعماله في بغداد التفاصيل مع مراسلنا محمد حميد بنسخته السادسة انعقد منتدى الحضارات العريقة في العراق إذ احتضنت بغداد أعمال المنتدى بحضور ممثلين عن الدول العشرة الأعضاء والتي تعد سليلة الحضارات العريقة وفي مقدمتها الصين ومصر واليونان فضلا عن العراق البلد المضيف اشتغال النسخة السادسة للمنتدى بجوانب تتعلق بنبذ خطاب الكراهية والعنف والإرهاب يعد جوهريا ومحوريا بالتأكيد الدول العشرة التي تشارك اليوم حضوريا بوقاع المنتدى بنسخته السادسة هي دول من أكثر الدول في الحقيقة مركزية وحضورا على مستوى الاقتصاديات وعلى مستوى الحضارات بوصفها تحتضن الحضارات الأعرق والأقدم عالميا ومنها نبع في الحقيقة الخطاب الإنساني والتعدد الثقافي جميع الدول الأعضاء قدمت خطابا انتهى إلى إعلان بغداد الذي تمخض عن حزمة توصيات ومخرجات منها ضرورة مضاعفة الجهود لاسترداد الآثار والحفاظ على التراث العالمي المرتبط بالدول وريثة الحضارات القديمة مع حث الدول غير الأعضاء في المنتدى على التعاون من أجل إرجاع الآثار المهربة إلى مواطنها الأصلية بخاصة آثار حضارات ما بين النهرين التي تعرضت لأعمال تخريب وسرق ممنهج وتهريب في الفترة التي تلت الغزو الأميركي أكد هذا الإعلان بشكل قاطع وأساسي على أهمية تضافر جميع الجهود من أجل استعادة الآثار المنهوبة والمهربة العراق قطع شوط طيب في هذا المجال ويسعى إلى استكماله بمعافدة ومؤازرة هذه الدول الأعظام عنا في المنتدى وأيضا هناك إعمام من قبل الدول الأعظام في منتدى الحضارات العريقة إلى جميع دول العالم في أن تكون هذه القصة شاملة لكل البلدان وغير مختصرة فقط على البلدان ذات الحضارات العريقة وأعلن العراق خلال المنتدى نجاحه باسترداد نحو ثمانية عشر ألف قطعة أثرية كانت مهربة في الولايات المتحدة ودول أوروبا الاستعادة تمت عبر الجهود الدبلوماسية وإجراءات قانونية دولية ويعد منتدى الحضارات نهجا دبلوماسيا لمواجهة التحديات التي تحيط بالإرث الضارب في القدم بالنسبة للحضارات العريقة احتضان بلاد ما بين النهرين للنسخة الحالية من شأنه وفي القائمين على المنتدى دعم جهود العراق لاسترداد الآثار التي نهبت أثناءه وما بعد الغزو الأميركي من بغداد محمد حميد CGTN العربية